لو انتوا تبعتوا كلامي لفترة من الزمن كنتوا بطريقة من الطرق أحياناً سمعتوني عم بحكى عن ضعفة بتمييز الاتجاهات كرمال هيك لما روح على أي مكان واحد من زملائي اللي بيعرفوا بهالأمر بيعطيني ورقة موضح فيها الطريق عند تالت إشارة سير بتنعطف يمين وعند تاني إشارة توقف بتروح يسار وبيعطوني التوجيهات بطريقة كتير واضحة حتى ما لخبت وكرمال هيك لما كن عم بسوق وهالتوجيهات الصغيرة موجودة بإيدي بخاف من الإشارة يلي بتقول إنعطاف بتحاولوا تتبعوا هالإنعطاف وما بتلاقيوا إشارة وفعلاً بيصير الأمر محبط لكن مشكلة الإنعطافات الروحية هي إنه بمعظم الحالات بمعظم الحالات ما في إشارات بتروحوا بينعطاف وبتنحرفوا عن المسار وما بتنتبهوا أبداً إن كنوا وصلتوا لهون الناس يلي بينتنا اختبروا إنعطافات روحية بيفهموا الألم والصراع يلي مرتبطين باكتشاف إنكم كتير 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 بعاد عن وجهتكم وهدفكم بعد بسنة تقريباً مما نلت الخلاص وقبلت المسيح كمخلص لحياتي الشيطان نجح بإنه يجربني وأنا عقول بإنه يجربني هو ما خلاني هو يجربني بإنه ابتد وروح بإنعطاف روحي خطر بتذكر تماماً إن ضعت بهالمتيها 18 شهر يمكن أكتر 18 شهر مؤلمين بمسيرة المسيحية بحالتي أنا تسمعت على كذبة إبليس وبالنهاية رحت بإنعطاف بهالطريقة صارت هالأمور بعد وقت أصير من خلاصة أمي ماتت بعمر 52 كان عمري تقريباً 17 سنة وكنت مؤمن كتير جديد كنت ماشي مع الرب لعدة أشهر ولفترة من الوقت كنت متعزة كنت متشجع لأن كنت بهالوقت برفقة مؤمنين ناضجين رجال فعلاً أطقياء كانوا عم بيساعدوني وهالأمر عطاني كمية كبيرة من الراحة والاستيعاب والسلام بقلبي لكن بعدين عملت مثل ما بيعملوا كتار من المسيحيين بقصد صرت إبعد عن شركة المؤمنين صرت أهرب كتير من المحاسبة ومن أن يكون عتواصل مع مجموعة من الرجال يلي كانوا عم بيشرفوا علي وكانوا عم بيساعدوني وخلوني حذركن من اختبار مؤلم أول ما تبعدوا عن شركة المؤمنين إبليس بيبتدي يحاول يدخل على حياتكن وهو بيتلهف حتى يبعدكن عن دفء الشركة حتى يخليكن تفقدوا شغفكن بالمسيح بحالتي ابتدى يهمس بدينتي كيف ممكن إليه محب ياخد منك أمك بعمر صغير لهالدرجة وأنا صدقت هالأمر أنا صدقت تعرفوا شو يلي كان عم يخدعني بهالثمانتعشر شهر ما وقفت أبدا روح على الكنيسة ضليت روح على الكنيسة جسمي كان عم بيروح على الكنيسة لكن قلبي كان ممتلة بالمحبة الباردة للرب كنت عم برتد وأنا موجود بداخل الكنيسة تماما بداخل الكنيسة يمكن تكونوا هون اليوم أو يمكن عم تحضرونا وأنتوا بينعطاف بالسر بالخفة أنتوا بينعطاف ما حدا غيركن بيعرف هالأمر والله كمان أكيد يمكن تكونوا خدرتوا ضميركن يمكن تكونوا بررتوا انعطافكن بصلي أن الرب يرجع يحكي معكن من جديد اليوم كنا عم نشوف ثلاث أعداء مميتة للنجاح على طريقة الله أولا شفنا كيف يوسف كان فعلا ناجح على طريقة الله مش على طريقة البشر وبالرسالة الماضية شفنا العدو الأول يلي هو الإحباط واليوم راح نكون عم نشوف العدود الثاني وهو الإنعطاف وبالعيزة الجاية راح نكون عم نشوف العدود الثالث وهو الشك أحد أكتر الأمثال المحزنة عن الإنعطاف الروحي بالكتاب المعدس هو رجل كان اسمه لوط بالواقع الكتاب المعدس بيقلنا تماما خطوة بخطوة كيف انحرف بإنعطاف تدى بمنحدر خفيف وانتهى ببالوعة صدوم وعمورة سؤال كيف ممكن مؤمن مثل لوط ينتهي بحضن صدوم الكتاب المعدس بيعطينا الخلفية القصة وبفرجينا شو صار كيف صارت الأمور كيف وصل على هالحالة مش لازم تنسوا أبدا أنه خطية صغيرة ما بتضل أبدا خطية صغيرة الخطية الصغيرة راح تنمى وتصير خطية كبيرة لوط كان شخص ابتدى بخطية صغيرة وانتهى ببالوعة من الخطايا خطية لوط الصغيرة ابتدت بقلبه بسر ورجع تأثرت على كل عائلته لوط كان رجل ابتدى يعمل خطوات صغيرة باتجاه الخطية وبعد مدة أصيرة كان عم بيسبح بها البالوعة هلأ خلوني خبركم عن لوط وعن الخطوات يلي بعادته كل البعد عن طريق الرب بحياته بالواقع لوط هو مثل حقيقي عن المسيحة يلي عنده إجر مع الله وإجر بالعالم المسيحة يلي بيستخدم التعابير المسيحية حتى يبرر الخطية وعدم الطاعة المسيحة يلي بيغير الوقايع كرميل مصلحته الشخصية المسيحة يلي فعليا مسمم بالسر عم بيشبع رغباته الخفية ومع ذلك عم بيحاول يعمل أعمال حسنة بالعلن وهيك عم قلت مع المؤمنين يلي بيخدموا الله بهالطريقة أولا خلوني خبركم عن لوط كان ابن خي إبراهيم مثل ما قلتلكون وكان مع إبراهيم كل الوقت ترك قور الكلدانيين مع إبراهيم إبراهيم راح عمصر فراح معه إبراهيم راح عكنعان فراح معه بلغة اليوم منقول أنه التلمز عقيد إبراهيم عمه إبراهيم لوط شاف أمانة الله لعمه إبراهيم لوط شاف كيف إيمان عمه العميق جدا وسقته بأله وكيف بالرغم من أنه الوعد أخذ 25 سنة حتى يتحقق الله حافظ على كلامه لوط شاف كيف الله بارك أمانة عمه واستقامته شاف كيف عمه إبراهيم كان أحيانا يوقع ويتوب ويرش على الرب لكن فوق كل شي شاف كيف عمه اختبر النجاح على طريقة الله بيوم من الأيام تخانقه ولوط كان بده أفضل قسم من الأرض عمه قال مش مشكلة خود الأفضل يلي بدك ياه خود كل شي بدك ياه أنا بيخد الفضلات وعمل هيك خسر كل شي لكن الله بارك الأليل يلي عند إبراهيم شاف كل هالأمور وبديكن هلأ تفتحوا على تكوين 13 تكوين 13 عشرة لوط اتطلع باتجاه صدون مجرد نظرة انتبهوا من النظرة هلأ الكلمة العبرية هون للنظرة ما بتعني النظرة العفوية ما بتعني النظرة العرضية ما بتعني النظرة المحتومة مش هيك بتعني الكلمة بتعني النظرة بشوق بتعني النظرة المليانة استياء من وضعكم الحالة بتعني انه تطلع وتساءل إذا ما كان فعلا صفقة منيحة بأنه يتوجع عصدون مش مهم إذا كانت صفقة مشبوهة مش مهم إذا خلتكن بعلاقة حميمة مع ناس أشرار مش مهم إذا هم نظرة رح توصلكن لحالة رهيبة مش مهم إذا رح تنقلكن عالضمار من كل شيء منيح وصح وصحة وصالح على الأرجح قال لنفسه مثل كل المسيحيين يلي بينعطفوا نظرة صغيرة ما بتأذي النظر مش مثل الاشتراك النظرة مش خطية صح؟ يا أحبة شوفوا شو مشكلة هايدي النظرة نظرة الاشتياء وين ما كنتوا موجودين مهما كانت الظروف يلي الله وضعكن فيها نظرة الاشتياء ما بتبقى مجرد نظرة إلا إذا صحقتوا فورا من البداية لا لأن الخطوة التالية بكل تأكيد كتير قريبة ورح تلاقوها بالأية 12 أيتين فقط يمكن يكون وقت طويل ما منعرف كم سنة أو كم يوم أو كم أسبوع بين الأية 10 و 12 بالأية 12 بتنتقلوا على الخطوة التانية اللي بتقول إنه اقترب أكتر من صدوم الأية 10 قالت فقط إنه تطلع بإشتياء وبالأية 12 بعد بأيتين نقل خيامه على أبواب صدوم والله سألتوه لوت صديقي يا صديقي يا صديقي لا يا على أبواب لا ما دخلت كان على الأرجح بكل رياء رح يقلي مايكل صدوم مدينة فاستة صدوم مدينة شريرة صدوم مش مكان خلى عائلتي تعيش فيه صدوم هي مجرد مكان بروحها لا بتاجر فيه وبخرج اشتركوا في القناة